السؤال بعد كده يقول السلام عليكم ورحمة الله مولانا أخدت قرضا من البنك علشان أشتري شقة هل في مشاكل يا مولانا؟ إذا كنت أنت أخدت المال ده كله وكتبت في الورقة أوراق الحصول على المال اللي أنت حصلت عليه من البنك اللي هو أنت سميته قرض هيبقى دا وتشاكري من أشكال التمويل ويبقى دا جائز ويبقى كمان أن أنت فعلت هذا الأمر فيكون الأمر دا مباح إذا كتبت أن أنت أخذت المال دا من أجل وضعه في الشقة يبقى دا مباح وليس عليك اسم لأن دا يكون نوع من أنواع تمويل البنك لشراء الشقة ودا خلاص فلازم يتكتب في الوثائق اللي موجودة فيه وثيقة أخذ المال من البنك على سبيل هذا التمويل فيبقى دا وتلو أخذت المال وأحطيته كله لما أخذت المال بقى من أجل الشقة وروحت واخد المال كله وحطيته في الشقة هيكون دا جائز وليس حراما لأنه من قبيل التمويل وليس من قبيل القرد الذي يجر نفعا فيكون ربا السؤال بعد كده وإحنا عندنا ثلاث حاجات عندنا المشروعات تمويل المشروعات وتمويل كمان الخدمات وتمويل أيضا الشراء يبقى تمويل الشراء وتمويل الخدمة وتمويل كمان المشروعات التلاتة دولة إذا كانوا ينص عليهم فيكون المال دا مال أخذه جائز ودفعه في شراء الأشياء جائز ويكون التملك صحيح يكون التملك صحيحا